موسيقى 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 شباب عاملين نيورجينالكم تاني اليوم هنتكلم عن حاجة جديدة بتواجه كل الشباب الحاجة الجديدة دي اللي هي أتمرن أونلاين أتمرن تدريب شخصي أتمرن أونلاين فأنا جاي اليوم فاهمك ايه الأفضل او ايه الفرق ما بين الونلاين وما بين المدسم هنقسم الموضوع مثلما شباب عاملين نيورجينالكم تانى اليوم هنتكلم عن حاجة جديدة بتواجه كل الشباب الحاجة جديدة دي اللي هي أتمرن أونلاين ولا أتمرن بيت ايه فأنا جاي اليوم هنوارده فاهمك ايه الأفضل او ايه الفرق ما بين الونلاين وما بين التدريب الشخصي وهنقسم من هذا الموضوع لجزئين الجزء الاول اللي هو الانلاين بميزات والعيوب وجزء التاني اللي هو التدريب الشخصي بميزات والعيوب هنتكلم على اونلاين طبعا اونلاين الفترة الاخيرة يعني الشهر بتلاغل عدية وارفع الشاشة ونزل الشاشة والكلام ده كله تمام فانت دلوقتي لما بتروحت بمرة الانلاين انت كواحد مبتدئ كواحد مبتدئ اول مرة تنزل الجيم فانت طبيعي ما عندكش خلفية با اي حاجة و با اي جهاز او با اي طريق تدريب او اسلوب تدريب فانت ازاي ستنطرق اونلاين تاخد كتاب او تأخد برنامج اونلاين وتنتطرق مع نفسك تمام فده عيوب الانلاين العيوب التانية أنه هو بست معك مدرب يحفزك يعني انت المدرب لما يكون معك هو بيحفزك هو شايف ان انت قادر تشيل اكتر او قادر تعمل اكتر شايف ان انت تعبان فهبيقولك تعمل ايه وتسوي ايه تمام فهو بيبقى معك خطوة بخطوة غير الاونلاين الاونلاين هو بديك البرنامج وبيسيبك وانت بقى ايه مع نفسك طيب ايه المميزات بتاعة الاونلاين المميزات بتاعت الاونلاين هو رخيص بس هي دي مميزاته كلها طيب نخش بقى لتدريب الشخصي ايه مميزات التدريب الشخصي اولا بيكون معك الكابتن وقف معك فبالتالي هو بيقدر يديك نتيجة قوية من حيث ان هو بيقولك مثلا تلعب وزني كام تلعب كما عدا انت ممكن تكون متعاطف مع نفسك يعني انت بتكون رحيم بنفسك بمعنى ان اللي هو ايه انا تعبان فخلاص انا مش هشيل تاني لكن المدرب شايف ان انت قادر تقدي لسه ولسه عندك كتير قادر تجيبه في التمرين فاللي هو ايه المدرب بيكون زي راقب عليك اعمل كزا سوي كزا تمام دي حاجة الاكل يتابعك طبعا بيشوفك ويشوف التطورات اللي انت بتعملها طبعا مفيش مجال ان انت تلعب اي تمرينة غلط ولا عدة ده ده مميزات التدريب الشخص طب عيوبه عيوبه المفروض ان هو بيبقى سعره غالي الناس بتشوف سعر البيتي غالي لو انك هتاخد خبمة افضل بكتير من الونلاين لان انا بشوف ناس كتير داخلها مسلا مسك الموبايل ايا كوتش اتمرين ازاي؟ انت يا ابن اشتريت ده لامرخيص تمام في مشكله ثانية ايه برضو ناس بيطابلها ايجي مثلا بتمرين مع كوتش فهو بتمرين معه اونلاين فايجي اساله على حاجة سي زعق له يعني ايه زعلك يعني ايه ايه انت كواحد مثلا بتتمرين معايا اسيام مثلا بتمرين معايا يعني ايه زعلك يعني ايه تسألني على حاجة وانا زعلك انت منفروض الراجل دفع فلوس عشان تاخد خبمة فمنفروض تاخد الخبمة بتاعتك كاملة انا ميبطلش التدريب الانلاين وبحب دايما ان امرر تدريب شخصي فقط لان انا شايف ده اللي هيديك نتيجة وده اللي هتوصل به لنتائج بطريقة سريعة فانت حتى لو حابب تتمرر معي بيتي انا عامل خصومات كبيرة وعروض هتستفيد بها كتير تمام وارخص يعني انا عامل مثلا تدريب بيتي بسعر الانلاين فدي حاجة هي مش موجودة في حتة ما تنساش بقى انت بتشوف الفيديو لو استفدت بحاجة تعمل لايك وشير وتفعل زر الجرسة عشان نزل لك كل جديد صباح كم فول